السلام عليكم مرحبا بكم معايا فيديو جديد ووصفة من الوصفات الطبيعية كنتمنى تكونوا بخير وصحة جيدة انتم ما تشاهدوا معايا هذا الفيديو غدي نشارك معاكم مقشر ومبيض في نفس الوقت بثلاثة ديال المكونات متوفرة في كل بيت غدي نحضروا مقشر ومبيض كي يعطي نتائج من الاستعمال الاول غدي تجربوه وغدي تلاحظو الفرق اول مكوين غدي نحتاجو زريعة الكتن هنا غدي تاخدوها وغدي تطحنوها فزريعة الكتن يعني من اروع المكونات اللي يمكن لك انك يتبقيها على البشرة ديالك امنة كتعطي واحد تقشير اللي زوين بثلاثة في نفس الوقت مغدية ومرطبة للبشرة مكوين تاني اللي غدي نحتاجوه غدي نحتاجوه النخالة ماشي الخرطة الاولى الشوفن هنا هي عندي النخالة اللي كان غربلوه من دقيق ديال القمح النخالة الغليدة غدي تاخدوها وغدي تطحنوها وغدي تستعملوها في الوصفة ديالكم فصدقوني النخالة عندها فوائد كتيرا على البشرة كتوحد لون البشرة في نفس الوقت مبيضة مكوين تالت غدي نحتاجوه السكر الاسمر الى ما متوفرش عندكم تقدروا تعودوه بالسكر الابيض او تقدروا انكم تعودوه حتى بالمسحوق ديال القهوة القهوة عادية هنا غدي نتزوه مباشرة لطريقة تحضير فهد المقشير هذا خاص للناس اللي كيكون فيهم يعني العقز ما كيقدرش يعني باش ينضو يحضروا الوصفة غدي تحضره مرة واحدة وغدي تخلي عندك وتبقى يتستعمل هنا غدي ناخد واحد القرعة ديال الزج وغدي ندير فيها نفس العبار من المكونات بتلاتة تقريبا غدي ندير ربع ديال معلق او تلاتة من زريات الكتال متحونة وغدي ندير نفس الكيمية من النخالة ونفس الكيمية من السكر الأسمر فالناس اللي عندهم البشرة حساسة وبشرة دهنية حساسة غدي يستعملوا زريعة الكتان ونخالة فقط فالنخالة كيما قلت لكم إلا كانت عندكم ديك النخالة اللي غليظة غدي تطحنوها باش تجيكم يعني آمنة على البشرة ديالكم باش ما تجرحش لكم البشرة ديالكم مني كتكونوا تديروا تقشير هنا غدي نجمعهم كاملين في هذه القرعة وغدي نخليهم عندي لوقت اللي حتاجتهم غدي نستعملهم بالنسبة الناس اللي عندهم البشرة دهنية يقدروا يديروا تقشير جوج ديال مرات في الأسبوع الناس اللي عندهم البشرة جافة غدي يديروا مرة واحدة في الأسبوع والناس اللي عندهم البشرة مختلطة وعادية يقدروا يديروا مرة حتى الجوج ديال مرات في الأسبوع هنا طريقة الاستعمال غدي ناخذ النفس المكوين ومن بعد غدي تأخذوا الحليب يكون سخون غدي تغليوا الحليب وغدي تضيفوه على دوك المكوينات ستجعلهم تقريبا 1-3 دقيقة حتى يتلقوا لنا دوك المكونات مزيئة مزيئة من بعد ستضيفوا عليهم معلقة صغيرة لأي زيت كي يناسب البشرة ديالكم هنا استعملت زيت بودور المشمش ومن بعد ستطبقوا المقشر على البشرة ديالكم اللي كتكون ضيفة من قبل ستجعلوا تقريبا من 20 إلى 25 دقيقة من بعد ستخدموا بحركة دائرية كتغسلوا الوجه ديالكم وكترتبوا بالمرطب مناسب خصوصا دباء مع البرد حاولوا تستخدموا الزيوت فهي كتكون زوينة بزاف الترطيب وكتعطينا تأجلي زوينة بزاف بالنسبة للمقشر ديالنا تقدروا أنكم تطبقوا على الجسم ديالكم كامل على العنق واليدين وحتى الجسم ديالكم كانت منا الوصفات لإعجاب ديالكم شكرا لكم مع السلامة